اسمعوا إلى هذا الحديث النبوي الذي يجيب عن تساؤلاتنا ما هو السبيل إلى رقة القلب والله يا إخوة يا أخوات إن الجواب واضح وسهل الجواب في هذا الحديث النبوي العظيم الذي يشرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال القلوب فقال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه إذن المسألة أننا في اختبار نزلنا في هذه الدنيا للاختبار ستعرض على كل إنسان الفتن كل إنسان على هذه الأرض سيتعرض للفتنة فإن استقبلها وقبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء يشربها القلب فتصل إلى أعماقه وصميمه وإن أنكرها يعني عرضت أمامه الفتنة ونفسه تريدها ولكنه كسر هذه النفس وامتنع لوجه الله الكريم وحبا وطمعا في قربه ومرضاته سبحانه وتعالى نكت في قلبه نكتة بيضاء نكتة بيضاء فإن استمر الإنسان في المعصية ولم يجدد التوبة تراكمت هذه الذنوب خصوص من يسر على المعصية ولا يتوب هذا في خطر عظيم في خطر عظيم لأنه فتح المجال إلى هذه الدناسة وهذه القذارة بأن تدنس وتنجس قلبه وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإذا فتح قلبه على الفتن وتكيف معها وأنس بها وتقبلها تراكمت على قلبه حتى يكون السود لا مجال للبياض أن يتخلى له فيكون كالكوز مجخيا مثل الإناء المقلوب مهما صببته فيه الماء لن يستقبله وهذا والعياذ بالله يسمونه الختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم نعوذ بالله العظيم من الختم ترجمة نانسي قنقر